فيما لم يعرف بعد مصير محادثات الكويت تتوالى ردود الأفعال الدولية تجاه إعلان تحالف الانقلابيين في صنعاء عن هيئة سياسية جديدة لحكم البلد الخارجية الأمريكية قالت إن إعلان صنعاء مخالف لجوهر المفاوضات وطالبت الانقلابيين بإظهار حسن النواية وفي بيان لها بشأن اليمن أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين وحزب المخلوع تشكيل مجلس أعلى لحكم اليمن أما الاتحاد الأوروبي فأكد أن إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس سياسي يتنقض كليا مع مشاورات الكويت مطالبا الميليشيا بعدم انتهاك قرارات مجلس الأمن في الكويت كان الوفد الحكومي يجري عددا من اللقاءات مع سفراء الدول الرعية للمحادثات السياسية لتوضيح موقفه في ظل إصراره على الانسحاب من المحادثات على إثر خطوة الميليشيا التي يعدها انقلابا جديدا يثبت أن الميليشيا لا تسعى لأي حل سياسي للأزمة القائمة التي قامت بها الميليشيا وعلى الرغم من تأكد مسؤولنا في الوفد الحكومي أن المحادثات قد انتهت بالنسبة لهم إلا أن مصادر أكدت أن الضغوط الدولية لا تزال قائمة بخصوص استمرار المحادثات مع وعود بتجاوز أثار التطورات الجديدة وتسريبات عن موافقة الميليشيا على عدد من النقاط التي كانت محل خلاف في وقت سابق وهو ما يعني أن علان الفشل سيتأجل حتى موعد آخر في كل الأحوال يبدو المسار السياسي في طريقه نحو النهاية التي كانت معالمها واضحة منذ لحظة انطلاقه وعلى الرغم من الأحاديث التي تشير لأن المرحلة المقبلة ستأخذ منعطفا غير ما سبق إلا أن الحقيقة تؤكد أن لا خيارات واضحة حتى الآن سوى مزيد من الجمود